الزميلة مية الحراحشة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله القوي الأمين أمر الشورى والإخلاص في العمل والحكم بالعدل والصدق في القول وأداء الأمانات إلى أهلها وسبحان القائل فإذا عزمت فتوكر الله إن الله يحب المتوكلين ولسان حالي يتمثل في قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت السلام على الأردن أرضا مباركة وقائدا ملهما وشعبا موفيا ورحمة الله وبركاته وبعد سعادة الرئيس الزميلات والزملاء الكرام أتقدم لسيد البلاد بالوفاء والولاء أولا الشكر والتقدير والثناء والإخلاص والتفاني بالعطاء لمن منحوني وطوقوني بكرمتقتهم الغالية أهلي وعشيرتي المفرق لأكون ممثلا لهم فكل فخر أن أكون أحد أعضاء هذا المجلس الموقر الذي جاء بعد انتخابات حرة نزيهة تمثل أعلى درجات ومراتب الديمقراطية في زمن كثرت فيه المصائب والمحن والدهمت فيه الخضوب من حولنا لذا فالمسئولية عظيمة والأمانة ثقيلة نظير ما تواجهه الدولة من تحديات جسام تفرض علينا التلاحم والتكاثف والتعاون والتعاضد لهدف عظيم سامي ومصلحة عليا تحتلي ما حولها سعادة الرئيس الزميلات والزملاء الكرام يمر العالم وفي ظل القطوية الواحدة بأزمات واضطرابات وفتن وإرهاب كل هذا أثر سلبا في الأمن والسلم الدولي والذي كان من أولى واجبات الأمم المتحدة المحافظة على الأفط والسلم الدولي لكن الآن حتى القرارات الأمم المتحدة لم يتم الإنصيع لها وما يحدث في فلسطين وغزة إلا أنموذجاً لذلك والأردن جزءاً من هذا العالم وأن هذه التحديات لا تثنينا عن ثوابتنا وموقفنا خلف قيادتنا الهاشمية تجاه القضية الفلسطينية برمتها وما يلاقيه الشعب المدني الأعزل من قتل وتنكيل وتجويع وتشريط فالموقف واضح من خلال ما يقدم الأردن من خدمات طبية ومساعدات إنسانية ولله الحمد نحن نعيش بنعمة أمن وأمان لا مثيل لها لابل أصبح الأردن مناذاً آمناً لكل من فقد الأمن في وطنه وهذا لم يكن لولا مشيئة الله وفضل قيادة حكيمة قادة السياسة الخارجية الأردنية والعلاقات الدولية في عالم أحادي القطب ألا وهي قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله وبهمة سواعد قواتنا المسلحة درع الوطن برجاله القابضين على جمر الأمانة وأجهزته الساهرة على أمنه سعادة الرئيس الزميلات والزملاء الكرام نقف اليوم موقف المسئولية أمام الله هي أولاً وأمان ما نحملون أمانة المسئولية بمنح ناثقتهم لننقل صوتهم وامطالبهم واحتياجاتهم ونحن نستعرض البيان الوزاري وخطة عمل الحكومة لنؤكد أننا نشهد الإصلاح وإيصال الحقوق إلى أهلها بالعدل والصدق والأمانة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً إن الناظر والمتمعن في البيان الوزاري للحكومة التي تطلب الصق على أساسه يجعلنا نتساءل ونطالب ونتحقق إزاء الوعود التي بينها دولة الرئيس المكلف فجميعها تنامس عقول وقلوب المواطن الأردني وتلبي طموحاته في حال صدقها وتحققها إننا شاهدنا الزيارات العديدة والمكلرة لدولة الرئيس المكلف ولكن هل تتحقق النتائج والوعود؟ وهل سنشاهد أعلى التوقعات كما ذكرت على أرض الواقع من قبل الرئيس المكلف وفريقه الوزاري؟ هل ستستمر الجولات الميدانية في حال حازت الحكومة على ثقة المجلس؟ وهل ستستمر الثقة والهمة والواقعية والتحفيز والعزم على تنفيذ البرامجية والشراكة مع مجلس النواب بما يخذب المجتمع من خلال التحديث الشامل سياسياً واقتصادياً وإدارياً؟ وهل ستعمل الحكومة على إيجاد الحلول وزيادة الفرص بالتنسيق بين مؤسسات الدولة لتعزيز الاستقرار المنشود لمطننا الحبيب إننا نأمل أن يتم استغلال الموارد والكفاءات البشرية من أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة كثروة تضاهي الثروات الطبيعية التي طالما وجدت إهمال من الحكومات المتعاقبة سعادة الرئيس الزمينات والزملاء الكرام وحيث أن البيان الوزاري أكد على الالتزام بالدستور وتنفيذ القوانين وتطوير التشريعات والانحياز للصالح العام والمحافظة على الحريات العامة وعلى تحسين البنية التحتية وكفاءة الخدمات العامة والاهتمام بالقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وحماية الأمن الداخلي والسيادة الوطنية والتوازن في النظر إلى مكونات الشعب الأردني والحماية الاجتماعية الشاملة وتدريب قطاع الشباب ودعم المواهب وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والرقابة عن المال العام لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية سعادة الرئيس الزميلات والزملاء الكيرام في ضوء مما سبق فإنني أضع بين أيديكم والحكومة الرشيدة احتياجات ومطالب دائرة الانتخابية المفرق من قضاء إرحاب ومنطقة أيدون وحيان ولواء بلعم وقضاء الخالدية والقصبة حيث أن هذه المناطق أكد أكاد أجزم بأنها لم تكن أصلا على جدول الأعمال للحكومات السابقة من رغم من أنها تسخر بواقع استثماري وزراعي وسياحي مما أدى إلى زيادة نسبة الفقر والبطالة وزيادة نسبة الجريمة ومخالفة القانون فعلى الحكومة التي اطلعت على شيء بسيط من واقع هذه المناطق من خلال زيارة دولة الرئيسي الميدانية لمحافظة المفرق أن تعمل على ترفيق قضاء إرحاب إلى لواء وذلك لانتداد مساحته وكثافته السكانية وتطوير المسار السياحي في إرحاب وحيان ولفدين والمدور ليربط مع آثار جرش وأم جمال ولتحقيق فرص لعمل لأبناء المنطقة وبسبب الكثافة العالية في السكان لهذه المناطق يجعل من توفير خدمة الصرف الصحي ضرورة ملحة وإيصال الماء والطرق الزراعية لمنازل تخفيف حب العب على المواطنين وعلى صعيد القطاع الزراعي يلزم دعم مربيه الثروة الحيوانية وصغار المزارعين من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي وحفر آبار لجمع المياه وعمل صيانة للآبار القديمة أما عن قطاع التعليم فلابد من رفع جودة التعليم بالتوسع في التعيينات الرسمية وعدم الاعتماد على تكليف المعلمين على حساب التعليم الإضافي بالإضافة إلى إعادة إعمار المباني المتهالكة وبناء مدارس بأبنية حديثة عوضاً عن الأبنية المستأجرة لاستيعاب الإعداد المتزايدة في هذه المناطق أما في قطاع الصحة فيلزم إعادة إعمار مبنى المستشفى الحكومي ورفضه بالكوادر الطبية والفنية لجميع التخصصات وإنشاء كلية الطب في جامعة آل البيت ودعم مستشفى الملك طلال العسكري أيضاً عاش الأردن حراً منيعاً مصاناً مهاباً في ظل الراية الهاشمية الخفاقة وحفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وحصنه المنيع والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله